الان ايضا بيشت ونوصف الدكتور عبدالله يلا البشت وصف بشت العدالة بشت العدالة يعني حقيقة فكرة جدا ممتازة الله يسلمك وفيها ابداع وفيها خارج الصندوق انا استمت على الافكار انا استمت على الافكار انا اقول حق احمد قبو شو اقولها شوان اذا وهذا السؤال سعود ما علي كله واحد سعود دالة بس ضامنين الى الدكتور عبدالرزاق مو زين بشت العدالة بشت العدالة بشت العدالة سعود الان انتم اكيد يلا وياك انا على الهواء في الدائرة الثالثة عند الدكتور عبدالكريم الكندري صح ابو حمد احنا رحنا جابر العلي بعدين رحنا بيان بعدين انتقلنا الى وصل الكويت في الروضة في الروضة الحين نبنذيش عند الدكتور عبدالكريم الكندري الدكتور عبدالرزاق الشايجي واخونا الاستاذ صلاح الجاسم يقولون الاول لبسوا بشت حق اثنين والحين نلبسوا بشت حق التابع اياك على الهواء وياك على الهواء وراح نتواصلوا اياك يلا تسلم محمد يلا تفضلوا 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 دكتور عبدالرزاق الشايجي الحين بدين اندش وصلنا تقريبا على مشارف يعني قريب عند بيتهم وراح اندش عند الديوانية عند الدكتور عبدالكريم الكندري سعود سعود سؤالي سعود سعود الدكتور عبدالكريم راحي عطم الوقياس الى سعود سؤالك عندي سؤال للدكتور عبدالرزاق والاخصلاح في حال انه والله اهم عطوا بشت العدالة لأي مرشح وقالوا انه ناجح اذا ما نجح شون بالله يعني متقدين انه ناجح سألهم السؤال بطريقتك عاد ان شاء الله بشرف عليك احنا الحين دشينا على الهواء احنا وياك على الهواء بين مناصرين واصحاب الدكتور ومؤيدين الدكتور عبدالكريم الكندري ويبدو ان اخذ المركز الاول وقاعد يصفقون ويستاهل الدكتور عبدالكريم الكندري استاهل مرحبا المخلص دائما والنظيف والانسان الزين الناس تيبيه يعني اليوم ترى الناس عندها رسالة يستاهل البشت يستاهل البشت عاجباً الدلس عاجباً الدلس كيف يستاهل أستاهل يستاهل أستاهل مخلص حاجباً الدلس أبو عبد الله الدكتور عبد الرزاقي الشايجي وصلاح الجاسم لبسوك البشت وقالوا أنك رقم صعب في الدائرة وأنك حصلت على المركز الأول يبدو أنك راح تخترق الرقم الثاني بعدد كبير ماذا تقول؟ نسأل الله التوفيق في النهاية هذه أمانة ومسؤولية كل ما زاد الرقم كل ما ذا ذلك يعني بأن هناك توجه من الدائرة بتأكيد مواقفنا خلال البرلمان وهذا يضع علينا مسؤولية بالاستمرار إن شاء الله في نفس النهج نسأل الله التوفيق بإذن الله يستاهل اليوم جماهير عبد الكريم الكندلي ماذا يقولون للعدالة وإحنا لايف شنو هتافكم الله يعطيكم العافية ومشكورين ما قصرت آيه من الدول آيه فيك آيه فيك آيه فيك آيه فيك السهل آيه فيك آيه فيك عدерш تحسن عافية عهونا سلام اليوم عفوا ابو جاسم اليوم انت كل دراساتك اكد بان راح يكون بالمراكز المتقدمة جدا اليوم انت ييت ولبست البشت انت ودكتور عبدالرزاق الشايجي وعطيتوه المركز الاول وان شاء الله هو المركز الاول ش تقول حق الناس والله شوف اشتغلت هذا الدائرة هذه تقريبا 35 مرة وال35 مرة ما شاء الله الدكتور الاول وان شاء الله بيحقق المركز الاول والله يوافقه ان شاء الله دكتور عبدالرزاق الشايجي لبستوا بشت العدالة حق الدكتور عبدالكريم الكندري ماذا تقول للناس والناخبين والجمهة اول شي انا وقع لحلل الشعار الانتخابية تفتنظر الشعار مولانا عبدالكريم الفكرة كلها رسمة وكلام خربش لكن لا تنظر شي واحد بس للشعار انه في دائرة لا ثالثة لا ثانية الاولية ايش معنا؟ يعني انا مرشح كل دوار الكويت نوال الاخرها وهذا كانت ذكية منكم وانا بإذن الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله دكتور عبدالكريم كلمة اخيرة ماذا تقول للكويتيين ان شاء الله انك المركز الاول وناجح ماذا تقول لكم ان شاء الله احنا مقبلين على حقبة صعبة نتمنى من الجميع التماسك التنسيق المجلس اللي فات بكل تأكيد لم يكن يلبي تطلعات جميع الكويتين لابد من تلافي جميع الاخطاء وهي دعوة لكل بإذن الله من سيفوفق ربا ويوصل الى البرلمان من الرجال الصالحين بضرورة التنسيق بإذن الله للعمل كمجموعة في البرلمان نسأل الله التوفيق ان شاء الله يستاهل يستاهل البشت الدكتور عبد الكريم البقندري يستاهل يستاهل مبروكي مبروكي يلا الآن عفوا معي أحمد أخوي أحمد أنا الآن خلاصة بنتقل الى مكان آخر وإلى داخل أخرى وإلى الأول دائرة الرابعة الدائرة الثانية وين بنروح الحين بعد شوية راح نقرر راح نكونوا معنا مرشح جديد مرشح راح يحكون بالمركز الأول شكرا للدكتور عبد الكريم الكندلي وشكرا لمناصرين وهو حملة الانتخابية